اهلا وسهلا بحضراتكو للكل لكل الشعوب العربية والشعب المصري تحديدا اللي لازم الانسانية ترفع له القبعة الشعب المصري اللي معجون بالقضية والشعب المصري اللي طول الوقت يقف جاهزا لنصرة اي شعب عربي او اي مجتمع انساني يغلب على امره احيانا يظلم احيانا يباد في احيان كثيرة والحقيقة اقدر اقولك كمان انه ترفع القبعة للاعلام المصري والقنوات الاخبارية المصرية وان كنت اخص بالذكر يعني جدا قناة القاهرة الاخبارية قناتنا الشقيقة الزميلة الصديقة واللي دايما نقول انه قناة القاهرة بتؤكد ان المسألة ما هياش فلوس المسألة ده ده والقناة اللي تقدم اعلام مهني الى ابعد الحدود الممكنة المتعارف عليها في مهنتنا المتعارف عليها في شغلتنا لكن لازم انت بتتكلم على قناة زي قناة القاهرة الاخبارية او القناة الاولى او انت في او سي بي سي او دي ام سي الى اخره وكل زملائنا الكرام كله ان الحقيقة يقوم بعمله على اكمل وجه والحياة طبعا اصدقائي الاحباء الا انه وانت بتبص على ده لا تملك الا انك لازم تبص على بعض المقارنات ما احنا برضو يا جماعة لازم نعرف هو احنا فين من وسط الاعلام الدولي والاعلام العالمي ولازم نشوف فين حرية الاعلام وحرية الصحافة في العالم بي بي سي هذه الشبكة الاخبارية اللي عمرها اكتر من خمسة وسبعين سنة بي بي سي التي طالما تتغنى بانهم ارباب المهنية هم يضعون كتاب الاعلام وعلى الكل ان يسير خلفهم ويحزو حزوهم بي بي سي الايقونة الكبرى في سماوات الاعلام العالمي ولا ايقونة ولا رمز ولا مهنية ولا حرية دعاة الحرية خدوا قرار ان يتنصلوا من المهنية والحرية وحق الانسان الكامل في حرية الرأي والتعبير